اشتركوا في القناة الصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة ونحن في رحاب شهر القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا و منكم صالح الأعمال باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان من دكتور حياك الله معنا في هذه الحلقة حياكم الله و تقبل الله و من جميع المسلمين و منكم اللهم أمين بارك الله فيكم لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة الواقعة من كتاب الله تبارك و تعالى أنهينا الحديث عن السابقين و الحديث عن أصحاب اليمين و الآن يأتي الحديث عن أصحاب الشمال نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أتم الحديث عن السابقين و أصحاب اليمين قال و أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال على مثل ما قال في أصحاب اليمين و أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين قال و أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هناك قال في سدر مخضوض و طلح منضود هنا قال في سموم و حميم و ظل من يحموم بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هنا بعدما وفى الصنفين العظيمين صنف السابقين وصنف أصحاب اليمين ما يصلهما من تكريم وتنعيم جاء أوان ذكر أصحاب الشمال بنوع من التفصيل الاستفام أولا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هو خبر للمبتدأ جملة وأصحاب الشمال مبتدأ ما أصحاب الشمال جملة ثانية خبرها والاستفام كما قلت المرة الماضية وتفضلت أنت يعني هو الاستفام للتفضيع والتهويل كانت وأصحاب الشمال ما أصحاب شيء هل تعلم حقيقتهم ما شأنهم هل تعلم ما شأنهم شيء عظيم هو هذا السؤال يدخل الهول والفزع إلى القلوب حتى ينتبه إلى هذا النوع من الناس وسموا أصحاب الشمال لعدة أسباب أولا يأخذ بهم ذات الشمال ثانيا يعطون كتبهم بشمائلهم كما ذكرنا مرارا أو من وراء ظهورهم والعرب تتشاؤم بالشمال يعني من باب يخاطبهم بما يحبون وما يعرفون يذكرني بقول الشاعر المقنع الكندي وإن زجروا طيري بنحس زجرت لهم سعدة يعطبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا إلى أن يقول يعني وإن زجروا طيري بنحس أو هكذا زجرت لهم سعدة بارك الله فيك نحن لا نحفظ كثيرا لكن العرب كانت تتفائل باليمن واليمين نعم وتتشاؤم بالشمال بارك الله فيك هكذا ولذلك سمهم الله أصحاب الشمال وهم في الحقيقة الكافر الجهنميون الكافرون المشركون أصحاب جهنم ولكن لطف فقال أصحاب الشمال طيب أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم نعم وظل من يحموم وربما هذا يؤكد أن المقصود هناك في سدر مخضوض وطلح منضوض الحديث عن الظل بالدرجة الأول وقلت هذا سابقا سبحان الله الآن ربما هذا يؤكد لأن ذكر بداية الظل في سموم وحميم وظل من يحموم بارك الله أولا السموم السموم هو الحر الشديد حر النار الذي يؤذي مسام الجلد هكذا نعم هذه إشارة كل حر نار ينفذ إلى المسام هذا يسميه العرب سموم يؤذي جلد الإنسان والحميم هو ما كما قلنا في درجة غليان متناهية الحميم يغلي غليانا متناهية سبحان الله ولياذ بالله فوصف هنا في سموم أين يقولون وكما تعرف الجبلة هنا جواب خبر أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم أي هم في سموم صحيح خبر لمبتدى محدوف فقط أو نقول خبر لأصحاب أين العرب يعددون الأخبار صحيح أصحاب الشمال في سموم صحيح بارك الله فيك وحميم بدأ بما يلدغ المسام والجلد ويدخل حر النار إليها لأنه سيأتي ماذا يريد وحميم ماء يغلي غليان يكون متناهيا في الحرارة العلماء قالوا من أين لنا أنه متناهي في حرارته نقول من الصيغة حميم على وزن فعيل وفعيل هذه صيغة مبالغة صيغة مبالغة تدل على والتنوين يفيد التعظيم والصيغة تفيد لدينا منطقة في وسط الصحراء في وسط الصحراء وتشتهر بأنها يعني من أكثر المناطق حرا في الصيف حينما تأتي درجات الحرارة هنا في دولة الإمارة تأتي درجات الحرارة ربما تكون الأولى في العادة تكون الأولى في أكثر درجات الحرارة ارتفاعا اسمها حميم سبحان الله الذي سمها لم يخطئ سبحان الله سمها لأن الحميم هو درجة غليان علية جدا والعرب تسمي كذلك الرياح الحارة التي تأتي في الصيف تسميها سموم نعم لأنها تؤذي الجلد الإنسان وتدخل في المسام تدخل الحر في المسام ويشعر الإنسان بها حتى يضيق بها ضرعا طيب قال وظل من يحموم نعم وهم في ظل من يحموم هكذا نعم وهم في ظل من يحموم لكن ما نوع الظل ما نوع الظل وما هو اليحموم الأول أن اليحموم على وزن يفعول يفعول اليحموم هو دخان أسود بهيم هكذا لا يعني أنت لما ترى ولا ياذب الله مصنع أنا مثلته لبعض الشباب مصنع يصنع الإطارات مثلا إطارات سيارات نعم ويحدث فيه حريق لا إله إلا الله كيف ترى ذلك الدخان يحدث ظلا يحدث ظلا ويكون شديد السوادي يعني بهيم اللون لكن ظل ظل يعني قاتم بارك الله لا يستطيع إنسان يتنفس في ظله وهل هذا ظل هذا تهكم بارك الله أي وضع أن يقول الدخان الأسود البهيم المغتش في الظلام قال وظل من يحموم ويحموم هذه صيغة مبالغة أيضا من الصيغة النادرة يفعول يفعول هذه صيغة نادرة جدا يعني فالله تبارك يذكر أنهم يكونون مستظلين ولكن بأي ظل ظل دخان من دخان جهنم المحرق الشديد القاتل بارك الله فيك وكلمة ظل هذه أنت الآن في اللغة العربية نقول فلان تحت الظل ظل وبراد ونعمة دائما الظل يدل على الرحمة وعلى الكرم وعلى البرودة صحيح اقرأ بعدها ماذا أتبارك الله فيك لا بارد ولا كريم هذا احتراس لأن العربية يتفاعل مع اللغة لما يقول وظل انتظر ليس من الأسجار من يحموم وانتظر لا يستفيدون فائدة برودة الظل ولا كرم الظل إنما لا بارد ولا كريم فاحتراز أو احتراس نعم احتراس واحتراز من أن يأتي إلى ذهنك بأنهم في ذل محمود حتى لو كان من يحموم لكنه يبرد عليه يبرد أو يدخل بعض السرور قال لا بارد ولا كريم نفى عنه أهم صفتين في الظل وهي صفة البرودة وصفة الاسترواح لإنسان عندما يستظل بذل شجل يجد نعمتها والرحمة التي تتنزل عليه وتلك البرودة بارك الله قد يقول قائل وليما استحقوا هذا الأمر فيأتي ربما الجواب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين صحيح نعم صحيح جملة تعليلية جملة تعليلية دعني فقط أفصل شيئا ثم نعود لما تريد لا بارد إذن نفى لصفة البرودة في الظل ولا كريم العرب كل ما يحبونه يقولون كريم وما لفائدة فيه قول ليس فيه العرب إذا بالغت ذمت بأن ليس فيه شيء من الكرم هكذا نعم هذا من ناحية ولكن ولذلك سمّوا الأحجار الكريمة النفيسة في نوعها والقرآن الكريم أنفس شيء في نوعه من الكتب والقرآن الكريم كريم أنفس كتاب في الدنيا وحتى إذا تفائلوا بالرسول قالوا رسول كريم بارك الله فيك هكذا العرب والله يخاطبهم لا الآن لا بارد بمعنى حار ليس كريما ضار المفسرون تسألوا لماذا لم يأتي بالكلام الصريح وظل من يحموم حار وضار لما نفى عنه الإجاب نفى عنه الإجاب تعريضا بأن المسلمين المحسنين السابقين يكون في ظل كريم بارد وكريم بارد وكريم التعريض يأتي بالصفة الإيجابية لو ذكر بأنهم كانوا في ظل حار وضار لا يفيد التعريض بالآخر جميل جميل جيد انظر إلى التقنية اللغوية السيد محمد ماذا لاحظ لا بارد ولا كريم هذه في أهل النار أهل اليمين ماذا قال عن فاكهتهم لا مقطوعة ولا ممنوعة رقم اثنين السابقين ماذا قال عن خمرهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذه تقنية لغوية رائعة وظف الله النفية في وصف التنعيم في السابقين قال الخمر لا يصدعون ولا ينزفون عنها في أصحاب اليمين ذكر صفة لا مقطوعة ولا ممنوعة فاكهة الدنيا تقطع وتمنع لا بارد ولا كريم في صفة أهل النار ووزعها الله على الطوائف الثلاث روعة القرآن والنظم في اختيار هذه الأنساق التعبيرية بارك الله فيك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين هذا تعليل كما تفضلت يذكر كأن سائلا يقول يا رب لماذا كل هذا العذاب ولماذا هذا الظلم يحموم ولماذا يكونون في سموم وحمين تأتي هذه الآية فتفسر هذا الإبهام في عقل المستمع إنهم كانوا قبل ذلك مترفين مترفين من الطرف وهل الطرف ذنب بارك الله هذا الذي والله كنت أنتظر منك هذا الطرف ليس ذنب يعني ليس جريمة إنسان يعيش مترفا غنيا متنعما إذا كان مؤمنا ويؤدي الزكوات ويؤدي الصدقات ويؤدي حقوق المجتمع وحقوق الله هذا الطرف مفيد وهذا يسمى الغني الشاكر الطرف في حد ذاته ليس معصية ولا جريمة أن يعمل المال الصالح للرجل الصالح متى يكون الطرف جريمة عندما يغر صاحبه ويؤدي إلى المحرمات وإلى الملذات وإلى كل ما حرم الله نجد كثيرا من المترفين نظرا لأن المال بين أيديهم كيف أقول يرتمون في أحضان المعاصي هذا الطرف الذي ينضم إلى الكفر إقرأني بعدها مباشرة حتى نوضح المعنى وكانوا يصرون على الحنث العظيم الحنث العظيم هو الشرك هذا الطرف المذموم الطرف والغنى الفاحش الذي ينضم إلى الكفر والإصرار على الشرك هذا هو المذموم أما إذا كان الإنسان يعيش منعما والله نعرف أبناء ملوك لكن على أتقى قلب ويقرؤون القرآن صباح عمر بن عبد العزيز كان خليفة المسلمين خزائن المسلمين بين يديه ومن أتقى الخلفاء وأغنام هذا على شاكلة إن الله لا يحب الفرحين بارك الله فيك ولا يحب كل مختال فخور لا يحب الفرحين الذين يبطرون بفرحهم بارك الله فيك نعم هذا المعنى صحيح والد لذلك فقط لنا هذا توقفت عنده حتى لا يقال إن الإسلام يذم الغنى يذم الغني المتكبر يذم الغني الكافر المشرك الذي لا يشكر نعمة الله أما إذا كان غنيا مسلما يؤدي الزكاة يصلي الصلوات الشاكل هذا يكون مقابه أعلى من الفقير الصابر في رأي جمهور العلماء هذا يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين نعم يتحدث عنه الجنة نعم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين نعم وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروب جيد ما هذا في أموالهم هذا هو المصير يعني هذا هو مربط الكلام كانوا محسنين وكانوا يتصدقون بدون قيد سبحان الله ليس فيه معلوم هنا وفي أموالهم حق وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروب غير مقيد لكن لما ذهكر المصلين في صورة المعارج في المعارج نعم قال معلوم يعني الزكاة فقط أما هنا مفتوحة وهذا هو الذي يتناسب بارك الله وبيك من شاء الله طيب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون نعم يصرون متمسكين معاندين مع صبق الإصرار كما يقال مع المداومة مع المداومة بارك الله على الشرك العظيم على الشرك العظيم هو الحنث حتى نكون دقيقين الحنث ينطبق على الشرك العظيم وينطبق على كل ذنب عظيم حانثة يحنث حنثا أصاب ذنبا ما علاقة الحنث بالقسم نعم له علاقة واليمين الغاموس كفى بها ذنبا اليمين الغاموس صميت حنثا لأنها ذنب عظيم ونقول حانثة في قسمه أي لم يوفي بقسمه ولم يبر بقسمه فارتبطت في أذهان كل علماء المسلمين والمسلمين أن الحنثة وعدم البر بالقسم طيب يقال فلان متحنث آه متحنث متنسك متنسك آه لماذا لأنه يعني يفي يفي بنذره مع الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى بارك الله فيه إذن الحنث العظيم هو الذنب العظيم والسؤال وهل ثمت أعظم من الشرك هو يقول كانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك والكفر بأنواعه الدليل نحن لا نفتري بعد قليل سيأتي وكانوا يقولون أه إذا كنا تراب وعذا أه إنا لمبعوث هؤلاء ينكرون البعث ينكرون كل شيء إذا قالوا خلقنا الله يقولونها بألسنتهم فقط ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله كلام فارغ أما في الواقع يدينون للات والعزة وليؤمنون بالبحث هذا هو الحنث العظيم إذن وارتبطت كلمة الحنث كما قال الإمام الراغب قل وسمي اليمين الغموس حنثا لذلك لأنه ذنب مؤثم يوقع صاحبه في الإثم العظيم سبحان الله نعم وفي اللغة العربية وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار كذا قل وكفى بذلك إثما كانوا يسرون عجبتني عندما قد يسرون يداومون يواظبون ويتمسكون والله عليك لو أحد أخطأ مرة ومرتين وتاب إلى الله نصر الله يعني الله يتقبل الصالحين ويقبل التوبة عن عباده أما هؤلاء كانوا مترفين على الرغم أن الله يسر حياتهم في المال والغنى وكانوا يسرون على الحنث العظيم هذا ذنبهم العظيم طيب قال وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون نعم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون طيب هذا الكلام كله نعم كان يكفي في غير القرآن إلى شك أن نقول وكانوا لا يؤمنون بالبحث بارك الله فيك لكن قال وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا عظاما وترابا عفوا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون بارك الله فيك هو أورد ذنبهم بالدليل باختصار كما تفضل وكانوا لا يؤمنون بالبحث موجزة لكن الله قال كانوا لا يؤمنون بالبحث وكانت كلماتهم هذه أعطاك الدليل يعني كانوا ينكرون القيامة ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون يستكبرون أن الله يبعثهم كأن الله والعياذ بالله عاجز عن بعثهم هذا اتهام خطير وهل الله يعجز عن بعث الإنسان من الذي خلق الإنسان أول مرة فلذلك هنا عدد أو ذكر الصفة العظمى في كفرهم هم الحقيقة كانوا مشركين كانوا مترفين كانوا ينكرون البعث وكفى بهذه الآثام مدخلة صاحبها إلى النيران انظر سيد محمد صفة كيف وصف أعمالهم بالترقي الترقي هنا موجود بدأ بوصفهم بالمترفين وهي صفة عامة ثم بالحندر العظيم بالشرك ثم وصفوا الله بالعجز والعياذ بالله لا يبعثهم يوم القيام وهذا يعني لا يقابل الله بمثل هذا الكلام ثم تترق في ذكر جرائمهم فهؤلاء يستحقون مثل ذلك الظل من يحموم وذلك الحميم والسموم بارك الله فيك أنا أحاول أن أربط لا أدري هل ثمت علاقة أم لا أحاول أن أربط بين ما يقولون نعم وقولهم آثم وبين ما يقال لأصحاب اليمين سلاما سلاما ماشا الله لأن هناك قال إلا قيلا سلاما سلاما فهذا هو هذا هو جنس القول الذي يسمعون نعم لكن أما قولهم في الدنيا فكله تأثيم وكله يعني شرك وكله حينما يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا نبعوثون نعم نعم مقارنة كبيرة ما هو أصلا لابد عندما ننتهي إن شاء الله نحدث اللوحتين لوحة أصحاب اليمين ولوحة أصحاب الشمال ما ذكر عن هؤلاء وما ذكرت تبدو لك المقابلة والصورة الجميلة سبحانه نعم كلامك في الصميم دعني فقط أقول شيئا وكانوا يقولون أي يستمرون يعلى قولهم لو تابوا لتاب الله عليهم أئذا متنا إذا هنا كما يقول النحاة والبلغيون هنا متمحضة للظرفية للظرفية هنا إذا كأنهم يقول أحين نموت أئنا لمبعوثون هنا إذا ليست شرطية أين الشرط لا يوجد شرط أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما الدليل الدليل أصل الكلام أن نبعث إذا متنا حين نموت أنت السؤال تقول لي من أين جئت أن نبعث بالفعل جئنا به من قولهم أئنا لمبعوثون لكن أئنا لمبعوثون لا يعمل فيما سبق لأنه سبقه همزة الاستفهام وما يأتي بعدها همزة الاستفهام وما بعدها إن لا يعمل قبلها لا يجوز تقدم وتأخير على همزة الاستفهام نعم همزة الكلام لها الصدارة في الكلام صحيح وإن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كما يقول النحات إذن ماذا يقدرون يقدرون فعلا من جنس الكلام كأن الكلام وكانوا يقولون أَنُبْعَثُ إِذَا مِتْنَا أَنُبْعَثُ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا والذي يدل عليه جملة أئنا لمبعوثون هذا من ناحية اللغوية السؤال المطروح مرحلة التراب قبل العظام أم العظام قبل التراب العظام أولا ثم يأول ترابا بارك الله فيك يدفن الإنسان في قبره يكون لحما لفترة من الزمن ثم يأكل التراب لحمه يبقى العظام ثم يأكل التراب العظام فتصبح الكل ترابا صحيح؟ صحيح استحالة مستحيل لو رد العظام لا يرد التراب هم أتوا بالكلمة الأولى وهي التراب كأنهم يقول مستحيل أن يردنا الله ويبعثنا أن يردنا وأن يبعثنا وقد وصلنا إلى المرحلة الترابية يعني هي أشدوا توغلا في الاستحالة فبدأوا بالتراب قبل العظام والسؤال المطروح لو لم نربط الكلام بالمرحلة الترابية والعظامية إن صح التعبير هل يؤمنون بالعودة بدون هكذا هم لا يؤمنون بالعودة أصلا صحيح لكن من باب تصوير فضاعة كلامهم يربطونه بالترابية والعظامية أما هم يقول نحن لا نبعث حتى ولو موت الآن وكنت لحما لا تبعث لا يؤمنون بالبعث أصلا يعني من باب التعجيز أكثر أيوة وتصوير العملية بأنها مستحيل معجزة فأتوا بتراب والعظامية طيب أنا انتبهت إلى أمر وفاة ينسل فيه كذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر من أوصافهم قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين نعم ثم عدل عن هذه الصيغة وذكر الصيغة الفعلية قال وكانوا يصرون على الحنث العظيم مقل وكانوا مصرين لأنه قال مترفين ما دخلوا فيك ما سأل الله عدل إلى صيغة الفعل قال وكانوا يصرون وكانوا يقولون هكذا هل في هذا العدول هذا هو عين الصواب لأنه لو قال وكانوا مصرين بالصيغة الإسمية لكانوا يصرون فيها استمرارية ويصون هذا ويصون ذا ويقولون في مجالسهم ويرددون ويرددون انتقل وعدل عن الإسمية إلى الفعلية لتصوير التجدد والاستمرار هكذا نعم بارك طيب وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون نعم أو آباؤنا الأولون جيد هنا هذا من مقولهم من مقولهم زيادة في تصوير الاستحالة جيد إذا بعثنا نحن أو يبعث آباؤنا الأولون منذ آدم الهمزة للإستفهام الهمزة للإستفهام والواو للعاطف عاطفة ماس أوهون أوه أوه نعم الواو عاطفة بارك الله فيك وهل يجوز أن نفصل ما بين الهمزة وما بين يعني ما يستفهم عنه وكيف دخلت بين المعطوف والمعطوف عليه وكيف دخلت بين المعطوف والمعطوف عليه بارك الله أنا فهمتك ماذا تريد هم قالوا أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون لا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يبعثون أيضا فهنا أدخل الله همزة الاستحام بين العطف والمعطوف عليه هذه بلاغة عجيبة والعرب يستقبلونها لماذا؟ لأنهم يريدون تصوير الاستبعاد النهائي قالوا يا سيدي لنفترض أن الله بعثنا نحن أي ابعثوا الآباءنا الأولين منذ آدم مئات آلاف السنين فهما للإستبعاد عطفوا الآباء طيب أين الجزء المتم الفائدة؟ أو آباؤنا الأولون ما بالهم؟ يبعثون أيضا؟ هكذا نعم أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يبعثون مثلنا أيضا؟ فهما استفهام يفيدوا الاستبعاد وينكرون إنكارا تاما أن الله سيبعثهم بارك الله فيك نعم أو آباؤنا الأولون يبعثون كذلك؟ هكذا نعم والغرض من السؤال كما قلت لك الإنكار وإحالة أن يبعث الله الناس وصوروا العملية في هذا التصوير وقدموا ترابا على العظام و أضعفوا لا و لم يقولوا أهو آباؤنا أيضا؟ أهو آباؤنا الأولون إيغالا منهم في تصويرهم بأنهم ذهبت ملايين السنوات كيف يبعثهم من جديد؟ أنا في أمر في الحقيقة يعني استوقفني حينما جاء و ذكر السابقين قال السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة ذكر أوصافهم تنعمهم شأنهم في الآخرة و في الجنة حينما تحدث و قال يطوف عليهم و قال فاكهة و قال لحم طير و حرعي حينما جاء عن أصحاب اليمين قال في سدر مخضوظ و ذكر النعم التي هم يرفلون بها نعم والأوصاف في الجنة حينما جاء و تحدث عن أصحاب الشمال ذكر الآثام و الذنوب و المعاصر التي كانوا يعني يقومون بها في الدنيا نعم لما استحقوا هذا العذاب بينما هناك لم يذكر لما استحقوا هذا الثواب بارك الله و ما شاء الله لك سؤال دك جدا ليه شيئين اثنين أنا أعرف شيئين اثنين والله يعلمون كثير السبب الأول السادة محمد أنت لما تقرأ في سموم و حميم و ظل من يحموم كل واحد عاقل يتساءل قل لماذا كل هذا لماذا كل هذا يبين لك سبب إدخالهم النار و الجهنم و هذا التعذيب فذكر ليفيد أنه أدخلهم بعدله جل جلاله هم استحقوا هذا فذكر ذنوبهم أما أولئك أدخلهم بفضله فلا داعي لذكر الأعمال الصالحات هم قابوا بأعمال صالحات يعني هو قال اختصرها في جزاء بما كانوا يعملون عند السابقين أما أصحاب الأعمال لم يذكر شيئا لأنه أدخلهم برحمته جل وعلا أما هنا ذكر سبب إدخالهم للنار ليبين أنه أدخلهم بعدله أما أولئك فبرحماته و فضله يا سبحانه والله أعلم يا سبحانه الله طيب قال قل لهم الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقات يوم معلوم قل كما تفضلت للتلقين يلقن الله جل جلاله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم و أن يخبرهم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقات يوم معلوم هذا الكلام رد على إنكارهم أنكروا أن يكون هناك بعث أنكروا وأحالوا أن يكون هناك نشر يوم القيامة فقال أخبرهم لا نجمعهم فقط إنما نجمع الأولين أول هم قدموا الأولين وقدموا المرحلة الترابية أعاد الله لم يقل قل إن الآخرين والأولين قال الأولون نأتي بهم قبلكم حتى أو في نفس الوقت والآخرين يعني أنتم ومن يأتي بعدكم لمجموعون لميقات يوم إلى ميقات يوم المعلم نعم لمجموع أولا إن الأولين والآخرين تضم الجميع وما بينهما خاصف همنا القصة مثل سدر والطلح مبارك الله إن الأولين والآخرين وما بينهما لمجموعون اللام كما تعرف المزحلقة زحلقة أصل الكلام قل لا إن الأولين وحتى لا يلتقي اللام مؤكدة وإن مؤكدة زحلقة عن مكانها إلى الخبر لمجموعون وهي مؤكدة بارك الله إلى ميقات يوم المعلم مجموعون في أم مجموعون إلى 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 الانتهاء الغاية إلى الانتهاء الغاية جميل لكن أنت عادة تقول جمعت الناس إلى أو جمعت الناس في في هذا المكان في القسم في المدرج إذن لمجموعون مساقين إلى ميقات يوم المعلم تضمين تضمين مساقين أو لمجموعون منتهين إلى أنت ماذا قلت لي إلى تفيد انتهاء الغاية إلى أن نقدر نقول بالتضمين لمجموعون منتهين إلى ميقات يوم المعلم بارك الله فيك هذا يقوله العلماء والتضمين تقنية بلاغية رائعة طيب قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ما الميقات وما اليوم المعلوم بارك الله فيك أولا كلمة ميقات اسم آلة من الوقت موقات أصل الكلام مفعال مفتاح مسمار منشار هذا اسم آلة قولا واحدا كل ما كان على وزن مفعال فهو على وزن صغة الآلة هنا ميقات أصلها موقات فجاءت الوو ساكنة قبلها كسر فانقلبت إلي عملية إعلال لغوي لكن ما تصير اسم مكان كذلك جيد أنا جايك لكن ميقات أصلها وقت أصلها مفعال تدل على الوقت والزمن وتوسع العلماء واللغة والقرآن فاستعملها من مواقيت من مكان الذي يدخل فيه الإنسان إلى الحج مواقيت الحج ما هي زمانية ومكانية مكانية صحيح مكانية لما يقول فلان أتى إلى ذي الحليفة وأحرم لكن أصله زماني والزمن مضبوط ودقيق فجعل الله الضبط والدقة تنتقل من الزمان إلى المكان فسمية مواقيت إذن هذا انتقال وتطور دلال عجيب جميل فأصبحت كلمة ميقات بعدما تفيد الضبط في الزمان أصبحت تفيد الضبط في المكان جيد هنا في رأي ما ذا تعني الزمان أم المكان مجموعون إلى ميقات يوم اليوم يدل على الزمان إذن إلى مكاني يوم معلوم إلى حشر إلى محشر يوم معلوم هنا يجوز قال العلماء أن تدل على الزمان والمكان إلى وقت يوم معلوم يجوز هذا من الوقت لكن سيكون فيه تكرار في تكرار واليوم نعم وفيه تأكيد وإلى ما كان يوم معلوم وهو أولى لأن الميقات يستعمل في المواقيت في الإسلام على المكان وهذا يذكرون بقول الله سبحانه وتعالى نعم الموعد زمان ويوم الزينة زمان نعم موعدكم يوم الزينة والموعد أيضا يفيد المكان نعم على وزن مفعال موعدنا قاعة كذا أي في تلك القاعة أيضا يكون إسماء الزمان والمكان يتعاوران صحيح كثير دعنا نعود لمجموعون إلى ميقات إلى وقت محدد هو يوم المعلوم هو يوم القيامة أستاذ محمد الذي متحدث عنه وتوسع اللغويون وقالوا انتقلت من الزمان إلى المكان وهنا تفيد الاثنين يوم القيامة يوم محدد أزلا معلوم أزلا نعم عند الله سبحانه وتعالى لكن هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى أم يقصد معلوم لديكم لا لا عند الله سبحانه وتعالى لا لا أنا أقصد معلوم عند الله سبحانه وتعالى ميقاته وموعده نعم لكن هو معهود لديكم معهود وذكره الله في القرآن وفي السنة النبوية ذكره صلى الله عليه وسلم لكن هنا يقول الله لرسوله قل لهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون في يوم محدد وهو يوم القيام وفي مكان محدد وهو الذي يشاءه الله وفي يوم معلوم عند الله عند الله سبحانه وتعالى جيد وأنا أبحث صراحة في هذه الآية وجدت آية أخرى تقول إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم ليس إلى وقت اليوم المعلوم هنا قال ميقات يوم المعلوم وهناك لما تحدث عن الشيطان عن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعث قال إنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم بصورة الحجر استطيع أن تبحث لما أنظر الشيطان قال له لم يقل له إلى ميقات يوم قال إلى يوم الوقت يوم الوقت اليوم هنا هو آخر أيام الدنيا بالنسبة للشيطان وبالنسبة لجميع البعض إلى يوم الوقت المعلوم يقصد به يوم القيامة هنا إلى ميقات يوم معلوم يوم بداية الآخرة هذه النقطة ذكرها الإمام الصفدي وهي رائعة جدا قال لما قدم يوم الوقت يذكر آخر أيام الدنيا لما يقول ميقات يوم أول بداية الآخرة سبحان الله وعند الشيطان قال يوم الوقت المعلوم الوقت العادي أما هنا قال ميقات ليشمل الزمان والمكان كما تفطنت له بارك الله سبحان الله بارك الله فيك آمين يا رب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون نعم هل أفهم من هذه الآية قل لهم ثم إنكم أيها الضالن قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى يوم إلى ميقات يوم معلوم نعم ثم قل لهم ثم عطف نعم صحيح صحيح قل لهم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أكلون جميل نعم صحيح هذا الكلام وهذا من باب التهديد لهم والوعيد قل لهم أيضا بعد أن قلت لهم إنكم مجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل لهم أيضا إنكم أيها الضالون ثم أداته كما تفضلت عطف 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 التراخ هنا الرتبي وليس الزمني وليس الزمني لماذا لأن ما سيأتي أشنع في حقهم لما قال لهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون هل يضرهم هذا الكلام كثيرا يعني هو يخبرهم أنهم سيجمعون لكن سيضرهم عندما يقول أيها الضالون المكذبون لا أكلون من شجر هذا أبشع في وعيدهم وفي تخويفهم وفي توبيخهم وفي مآلهم وعاقبتهم وعاقبتهم بينما لما قال مجموع هو أن عامة لا ندري تدخل الجناء من النار هنا أوضح لما أوضح نقول ترقي رتبي وتراخي رتبي بارك الله فيك تفيده ثم طيب وصفهم بالضالين المكذبين لما استحقوا هذا الوظف أولا الضلال هو عدم الاهتداء إلى الصواب إلى الحق ظل عن الطريق ولم يهتديه للصواب في العقيدة مكذب انظر إلى وصفهم بالضالين المكذبين أم العكس لا بالضالين هنا قال العلماء الترتيب وجودي ظلوا عن الطريق فزادوا تكذيبا ظلوا عن الصواب في القرآن وفي العقيدة فكذبوا محمد وكذبوا غيره يعني الضلال يقود للتكذيب إذن هذا ترتيب وجودي والضلال لا ولم يقل إنكم أيها الضالون كلمة الضالون عامة ممكن إنسان ظل ضلالا بسيطا أما ضالون ومكذبون بالاعتقال ومكذبون بالنشر هذا مصيبة هو قال عن نبيه وجدك ضالا فهد كلمة الضال عامة فشفعها بالتكذيب ليدل على أنهم كافرون بيوم القيامة بارك الله واضح طيب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون نعم لآكلون من شجر من زقوم اللام المزحلق مرة أخرى بارك الله لآكلون من شجر من زقوم نعم مش لآكلون من شجر الزقوم لا من شجر من زقوم نعم سنوضحها إذن عندما وصفهم بالصفتين الضال والتكذيب كانوا يقول لنا جل جلاله بهذين الصفتين استحقوا العذاب الجهنمي بهذين الصفتين الضالون المكذبون بعد ذلك قال ثم لآكلون صحيح من شجر كما تفضل من شجر من ابتدائية تأكلون ابتداء من شجر وبعضهم يقول من شجر تبعيذية تأكلون من هذا النوع من هذا النوع من بعض هذا النوع من الثانية بيانية لم يقل لهم من شجر الزقوم لو قلنا شجر الزقوم نقول إضافة بيانية هو لا عوضت إضافة البيانية بمن ثانية يقول من شجر وأي شجر من زقوم الإبهام بعده البيان أوقع في عقل الإنسان لأنه لو قال لآكلون من شجر مر شاء الله في الدنيا الناس يأكلون من شجر شجر السدر من أي شجر أوراقه جميلة من زق بيانية تبين أن هذا الأكل سيكون مرا لادغا فضيعا في بطنهم هذه الآية فيها تعذيب نفسي يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون عامة فيصفهم بالمكذبين هذا زيادة في وصفهم بالضلال نعم صحيح ثم يقول لآكلون من شجر يعني فيه شيء من الراحة النفسية التي لا تطول كثيرا حتى تأتي زقوم من شجر من زقوم فتباغتهم هذه الكلمة وتقطع آمالهم في الراحة والاسترواح من هنا قال لآكلون لا هو آكلون اسم فاعل قد يقول قائل يا أخي هم في النار ولماذا يأكلون من هذه الشجرة التي قال عنها القرآن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشائطين ولعلك تذكر في سورة الدخان شرحنا شيئا منها هذه شجرة مؤذية مضرة زقوم مرير غير نافع لا يسمن ولا يغني من جوا ما الذي يدعوهم إلى الأكل منه يقول العلماء يصيبهم الله في ذلك اليوم ويوم القيام بجوع عظيم هذا الجوع العظيم يدعوهم ويضطرهم إلى الأكل منها وإلا الذي في نار جهنم الذي ماذا يأكل والعياذ بالله فلا آكلون فيها نوع من القصر ستأكلون مرغمين مرغمين على الرغم من أنوفكم ستأكلون من شجر المزئ لماذا قال هذا الكلام لأن الذي يعرف أن هذه شجرة مضرة أو هذا اللحم مضر يبتعد عنها لا يأكلها وإذا أكل أكل شيء بسيطا فرضا سدا لرمق الجوع انظر ما سيأتي أبشع فمعلقون منها البطون أتقول جيد يا سيدي أكل لماذا يملقون البطون الله يقصرهم قصرا ويرون أن في ذلك تسلية رأيت أنت الإنسان الغضبان أحزان يأكل بشرة حتى يبعد عن نفسه ذلك الحزن أو ذلك الغضب فهم في حالة يرثى لها ويشعرون بجوع شديد يضطرهم إلى الأكل من الزقوم و هل يأكلون شيئا بسيطا يقول لا يملؤون البطون لا إله و هذا كما تفضلت في بيان شدة تعذيبهم النفسي و الجسمي أشاهد الضالون المكذبون آكلون مالئون كله أسماء فاعل شاربون شاربون و ستأتي و هذا لعلهم مما ذكرناه في الحلقة الأولى في الحلقة الأولى قلنا كل مشهد خصه بسيغة معينة هذا من روعة القرآن عندما ذكر أصحاب الشمال هنا جاءت العدسة البيانية إلى اسم الفاعل المجموع مالئون شاربون ضالون مكذبون عندما ركز على أصحاب اليمين أتى بالأفعال بالأفعال أكثر فأكثر و حنا ذكرناها بارك الله فيه سبحان الله الذي أنزل هذا الذكر العظيم يعني هذه الصورة حري أن تدرس أسلوبيا على المنهج الأسلوبي الحديث سبحان الله أعتقد فيها الكثير من الإسرار التي ربما يستبينها الباحث طيب يقول الله سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون من هذه الشجرة فمالئون منها البطون بطونكم لكن نقف عندها قبل أن تتجاوز أولا الفاء الترتيب والتعقيب آكلون فمالئون يملؤون البطون مباشرة جاء عمر فأحمد تفيد الترتيب والتعقيب طيب نعم فمالئون منها بطونكم لا البطون آه لو قال مالئون بطونكم كأنها بطونهم التي يخافون عليها هم مالئون منها البطون لا يرون أن تلك البطون خاصة بهم هو يريد أن يصور أنهم يأكلون بشره ولا يرعون ولا يحافظون حتى على بطونهم لأنه قال فمالئون منها بطونكم والله الإنسان يخاف أن يحسوا بطنه بكل شيء كأن البطون ليست بطونهم فحذف الإضافة وأتى بالألف واللام لتدلأ لأنهم يأكلون ولا يعلمون ما يفعلون نعم فمالئون منها البطون هذا معنى الدقيق لذكره اللغويون فشاربون عليه من الحميم يا أمه والفأ ماذا تفيد الترتيب والتموب أشارة تمتلئ بطولهم من الزقوم المر الضار فيريدون شرابا فيزدادون عطسا فيريدون أي شراب من الحميم يشربون من الحميم لعله يخفف وإلا هل هناك إنسان يقبل على الشرب من الحميم والعياذ بالله فشاربون عليه إما على الزقوم أو على ذلك الأكل عليه الهاء تعود إما على الزقوم يعني إنسان عندما يأكل يشرب على الطعام نعم صحيح فشاربون على ذلك الأكل أو على ذلك الزقوم من الحميم وكفى بشاعة أن يذكره باسم الحميم يعني فشاربون عليه شرابا من الحميم ما شاء الله عليك صبعا قولا واحد المفعول به محذوب فشاربون عليه شرابا من الحميم ماءا من الحميم وكفى بهذا ضررا وأنظر إلى توالي أسماء الفاعلين المجموعة وأعطت نسقا عجيبا بارك الله طيب قال فشاربون مرة أخرى فشاربون شرب الهين نعم فشاربون شرب الهين هل هو شراب معتدل شرب عادي قل لا لا شدة الجوع ومرارة الزقوم في بطولهم تدفعهم أن يشربوا شرب النوق التي أصابها داء الهيام الهيم جمع أهيم وهيماء والناقة الهيماء التي تشرب دون أن ترتوي وهذا داء يصيب الإبل العرب تعرفه يقول فلان يشرب شرب الهيم يشرب ولا يرتوي بمعنى يشرب شراب كبير يريد أن يصوب كثرة الهيم جمع الناقة الهيماء الهيماء نعم والأهيم وإبل أهيم وجمل أهيم كلاهما جمعه الهيم وصرب الهيم صرب لا غاية من ورائه وما علاقة الهيام بهذا الأمر الهيام هو الشدة عطس الإبلي وتشرب شرابا يضر بها والهيام من الحب جيد وأيضا شدة الحب الذي يوقع صاحبه في ملايورها لا إله فشاربون شرب الهيم انظر إلى هذا التشبيه لو اكتفى أستاذ محمد وقال فشاربون عليه من الحميم أنا وأنت تقول يشربون شيئا لا يشربون كثيرا من الحميم كالهيم النوق الهيم بارك الله فيك يصور شدة عطسهم بعد أكلهم من الزقوم والعياذ بالله يعني فشاربون شرب الهيم كناية عن كثرة شربهم نعم من الحميم وهل هناك إنسان يكثر الشرب من الحميم هذا هو السؤال فيريد أن يصور أكلهم الكثير فمالئون منها البطون شربهم الكثير شاربون مثل الهيم هذا هو الذي ركز عليه البيان القرآن هنا طيب قال فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا النزل والنزل عند العرب ما يعد للضيف النازل عندما ينزل بك الضيف أول ما تسقيه لبنا تمرا هذا النزل ليس المكث ليس المكث وليس الطعام الحقيقي وليس الطعام المعد للغذاء أو العشاء هذا مجرد مقبلات مقبلات نعم بلغة العصر لا إله لو واحد يكتب التفسير المعاصر هذا نزلهم من المقبلات قديما ما قال العلماء قالوا النزل هو ما يقدم للضيف من طعام وشرب فور نزوله لا إله إذا كان هذا هو نزولهم فما بالك بطعامهم الدائم وشرابهم الدائم والله تصوير عجيب نعوذ بالله من النار يقول العلماء الإمام الراغب يقول ما يعد للنازل من الزاد سواء في الجنة أو في الجنة فلهم جنات المأوى نزلا جنات المأوى نزل بعد ذلك يدخلون جنات النعيم عدن الفردوس أما جنات المأوى نزلا هؤلاء نزلهم الحميم والزقوم يملؤون منه البطون ويشربون شرب الهيم في أول مرة كفى بهذا تخويفا لو أن هناك عاقل يفقه القرآن طيب قال هذا نزلهم يوم الدين نعم يوم القيامة نعم لا بالله قبل أن تسألني ربما أثبت وهل هذا نزل لا وهل هذا نزل هذا تهكم يعني هل هذا يستحق أن يسمى نزلا فرق أيضا أسلوب تهكمي يقول أنا أعجبني في التفسير ومن قبيل هذا قال الشاعر وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جبار يضيفنا وينزل عندنا ضيفا جعلنا القناة والمرهفات له نزلا إذا الجبار جاء أن يعتدي علينا نكرمه بنزل وخير نزل هو القناة والسيوف فهذا من باب الأسلوب التهكمي والعرب يعرفونه فإذا كان هذا نزلهم فلك أن تتصور كيف يكون مكثهم الطعام الدائم سبحان الله اللهم أحفظنا أحفظ المسلمين قال يوم الدين يقصد يوم القيامة يوم القيامة وسمه الدين يوم الجزاء ندينهم دناهم كما دانوا يوم الدين يوم الحساب يوم العقاب على ما قدموا من أعمال جميل طيب في الحلقة القادمة وفضل الشيخ الدكتور سنواصل الحديث لأنه بدأ يذكر الآن مسائل هذه يراد لها التوقف حينما يقول الله سبحانه وتعالى نحن خلقناكم كم نعم وليس هم نحن خلقناكم فلولا تصدقون لولا هل هي امتناع لوجود نعم أم هي هل لا للتحضيض للتحضيض ثم يقول أفرأيتم ما تمنون ويتحدث عن الخلق ثم يقول أفرأيتم ما تحرثون ثم يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا كل يراد له توقف نعم وباستفاضة والحديث عن من لأنه انتهى من الحديث عن المشرك عن أصحاب الشمال ثم لما قال هذا نوزرهم يوم الدين قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون فهل الحديث عنهم هذا سنتوقف عنده بإذن الله في الحلقة القادمة أشكركم بضيط الشيخ الدكتور جزيلا شكر وبحول الله نلتقي بك وبالأخوة المشاهدين في الحلقة القادمة من برنامجهم في رحاب صورة إلى ذلكم الحين هذه تحية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا